أن الهيئة الإدارية تعقد لتقييم ما سماءه المسار النظالي والدفع نحو تفعيل القرار الثالث أي قرار مؤصلة حجب أعداد الثلاثيات الثلاثة أشابي قال إن أفضل خيار لحال الأزمة وفق تقديره العودة إلى طاولة المفاوضات الجدية والمسؤولة تقدم فيها مقترحات يمكن أن تتفاعل معها الهيئة الإدارية كما صرح به مفاوضات بين الجامعة العامة التعليم الأساسي ووزارة الأجراف معطلة منذ جلسة ثلاثة ماي وفي الحقيقة ليست هناك مفاوضات فيما يخص المطالب ذات الإنعكاس المالي وإنما كانت مفاوضات حول التفعيل المتخلد بالذمة ونقصد به اتفاق 16 نوفمبر 2022 الذي لم يجب حمره بعد والذي يفترض أنه اللجينة الثلاثة تكون أنهت أشغالها في آخر نوفمبر إلى حد الآن هذه اللجينة ما زالت متعثرة حول التربية إن أرادت إنهاء السنة الدراسية في ظروف عادية وإن أرادت عدم ترحيل الأزمة إلى مفتتاح السنة الدراسية أن تعود إلى طاولة المفاوضات وأن تقدم مقترحات جدية ومسؤولة التي يمكن أن نتفاعل معها إيجاباً والتي تحسن من الوضع المادي المتردل للمدارسين وتعيد لهم مكانتهم الاعتبارية ترجمة نانسي قنقر